السؤال 87 عندي دائرة قهربية تتكون من مصدر مستمر مهم المكاومة الداخلية وسلك معداني رفيع يمر به طيار شدته 8 ميلي أمبير يبنى عندي هنا سلك رفيع السلك ده بيمر به طيار 8 ميلي أمبير والسلك ده متوصل بمصدر مستمر تمام عايز يعمل ايه؟ عايز يوصل على التوازي مع السلك ده سلك تاني طيب قبل ما اتوصل معاه سلك تاني على التوازي أنا عايز أعرف فرق الجهد بين طرفي السلك ده بتسوي ايه؟ فرق الجهد بين طرفي السلك ده V-Battery ليه؟ لأن انت ما عندكش غير منطقة واحدة في الدايرة فالفلطات تحت البطارية هتتصرف عن منطقة دي بس بديه كده هتاخد V-Battery تمام هتيجي بقى على السلك الرفيع ده وتعمل في ايه؟ هتوصله على التوازي مع سلك اخر تمام؟ هدي سلك تاني اهو هتوصله على التوازي مع سلك تاني ايه موصفات السلك التاني؟ ليه؟ نفس الطول يعني ال-L واحدة ومن نفس المعدة يعني الرؤي واحدة ماشي؟ مر في الدايرة بنفس الدايرة خلي بالك من كلمة نفس الدايرة عارف يعني ايه نفس الدايرة؟ يعني نفس المصدر فقال لك ايه؟ في نفس الدايرة فمر بها بها عيدة على الدائرة يعني ده الطيار الكلي اللي هيمر بالدايرة طيار كلي قمته 10 ميلي أمبير تمام؟ عايز النسبة بين R1 على R2 عايز النسبة بن أنصف الأكتر طيب أنا لما وصلت مع السلك الرفيع مقاومة تانية هل اختلف فرق الجهد اللي بين طرفي السلك مازال برضو V-Battery ليه؟ لأن ما عنديش منطقة التوازي دي بس اللي في الدايرة فهتاخد V-Battery ههو البطارية هي هتدي الفلطات بتاعتها لمنطقة التوازي بس في التوصيل على التوازي فرق الجهد المتساوي دي هتاخد V-Battery ودي زيها V-Battery طيب ده معناه إن عشان دي كان يعني بعد التوصيل هتاخد V-Battery وقبل التوصيل كانت واخدة V-Battery ده ما لهوش غير معنى واحد إن الطيار اللي كان بيمر في الفرع ده هيدنه برضو يمر فيه اللي هو 8 ميلي أمبير تمام؟ طيب من عندي الطيار بكل كمتة عشرة هيجا هنا عايز الجزاء إحنا عارفنا دي هتاخد 8 يبقى الفرع ده هياخد 2 ميلي أمبير هذه العشرة هي الجزاء 8 و 2 تمام طيب أنا عشان أجيب R1 على R2 لازم تكون عندي نسبة للمقاومات طب وأنا أجيب نسب المقاومات إزاي؟ أنا بقول إن المقاومة تتناسب عكسي مع الطيار يعني إيه؟ يعني I1 على I2 بالساوي R2 على R1 هجيب نسب المقاومات من نسب الطيار بس بالعكس I1 على I2 بالساوي R2 على R1 طيب I1 بكم بتمانية وأي 2 بكم بتمانية يبقى أنت عندك R2 على R1 أهي اللي أنت بتقول عليها عبارة عن 4 على 1 دي عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن R تربيع هكتب إيه هنا؟ قدام R2 تكتب العكس R1 تربيع لأنه علاقة عكسية طيب وقدام R1 تكتب R2 بس تربيع يبقى هنا علاقة عكسية بين R ومربع نصف القدر يبقى هتعكس وتربع تمام؟ طيب يبقى أنا كده عرفت R1 تربيع على R2 تربيع بس المطلوب R1 على R2 بس يبقى تاخد الجزر جزر للاربعة اثنين وجزر الواحد واحد يبقى النسبة R1 على R2 تبقى 2 لواحد يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم G